عمر قديم في كل أسبوعين ثلاثة كده وكل أسبوع لازم يخرج يدي كتف كده محبة أو حضن كده للمملكة العربية السعودية طبيعي هو الرجل بيعمل لدى المملكة العربية السعودية الرجل شغال عند المملكة العربية السعودية الرجل شغال في MBC مصر وهي قناة سعودية بتبث من الأراضي المصرية ولا ننسى أبدا توقيع العقد ولقطة الأفى الشهير من تركي الشيخ وبالتالي عمر طبيعي مش حايز أقول طبيعي أوي بس يعني هو أكل العشمر خرج عمر وقبل كده من أسبوع اتكلم على تركي الشيخ قديه هو شاعر مرها في الحس قديه كلمات الأغنية اللي غنها مش عارف المغنين الأسبوع اللي فات هي حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا وإن أبو ناصر ده شيء عظيم قوي والحلزونة يما الحلزونة ومرجان أحمد مرجان والفيلم الهابط اللي شفناه ألف مرة بنفس الطريقة ما عندناش مشكلة لكن عمر مبارح خرج يتكلم عن إعجابه الشديد بالمواطن السعودي الوفي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعالوا نشوف كده عمر إيه اللي مفرحه المرة دي من السعودية ونرجع نعلم الشيء اللي يجب أن أحيي الشعب السعودي عليه هو أنه عندما تكون هناك مشكلة يقف الشعب وراء قيادته وراء الملك وراء ولي العهد وراء وزير الخارجية وراء وزير البترول وراء الإدارة السعودية إحنا سيفين بأن يومين ثلاثة هذه المسندة القوية من أبناء المملكة العربية السعودية لإدارتها وهذا أمر عظيم طبعا ما حدش طلب من عمر يقول الكلام دا لا لا مش تركي اللي قال له ولا أمير سعودي ولا صاحب القناة ولا مديرها ولا حد لي علاقة بالسعودية يا جماعة أبدا قال له يا عمر لو سمحت دي قناة سعودية ونبغي أنك يعني تتكلم على عظمة الذباب الإلكتروني بس في صورة الشعب السعودي نبغي يعني فقال له والله طال عمرك أنت بتبغي إحنا هننفذ خلاص طالما أنت بغيت فإحنا هننفذ فورا يعني أبشر عمر قال له أبشر بالمصري طبعا وطلع على الهوى وقال اللي أنتوا عما سمعتوه دا في وصلة كانت طويلة جدا فيه إعجابه الشديد وانبهاره بالشعب السعودي اللي بيدعم بلده اللي بيقف قدام بايدن اللي بيقف قدام أمريكا ويعني كل لبيب بالإشارة يفهمه الكلام لك يا جارة يا مصريين اللي مش بتدعمه سيادة الرئيس يا مصريين اللي مش بتدعمه الدولة مش بتدعمه الوطن تعالوا تعلمهم السعودية عدنا مع فريل إعداد ندور إزاي الشعب السعودي دعم ولي العهد في مواجهة بايدن إزاي الشعب السعودي أبهر عمر أديب ودفعوا أنه يثني عليه على الهوى فلقينا هاشتاج على تويتر قوي جدا في رسائل سياسية عظيمة اسمه توحيد صورة ولي العهد في تويتر خلونا نشوف توحيد صورة ولي العهد في تويتر هي الطريقة المثلة عزيز المواطن في العالم العربي لدعم رئيسك أو أميرك أو الملك اللي بيحكمك عندما توحد صورة الرئيس أو الزعيم أو ولي العهد في تويتر مع قليل من الفوتوشوب وبعض التغيير في الألوان فإنك توجه رسائل قوية للإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن وتبهر عمر أديب أنا آسف طلعت صورة اسمها البقرة الحلوب طبعا بنعتذر عنها يعني ده من تويتر لكن إحنا بننقل الصور اللي على الترند زي ما هي خلاص نرجع يا جماعة عشان ما يطلعش أي حاجة تاني فالقصة باختصار أن الأستاذ عمر أديب يدعوك عزيزي المواطن في مصر أن تدعم السيسي على طريقة الذباب الإلكتروني في السعودية دعوة من آخر كلام هنا فلنوحد جميعا صورة تويتر بصور عبد الفتاح السيسي انشروا صور السيسي في تويتر ادعموا الدولة المصرية الاقتصاد المصري هيتعافى لما تنشروا صور عبد الفتاح السيسي على تويتر السعودية تقدر تواجه بايدن لما بينشروا صور ولي العهد على تويتر كفاكم تطبيلا كفاكم تطبيلا بس يعني عشان تدعم رئيس فأنت بتدعمه بتغيير صورته عشان تدعم ولي عهد فأنت بتتوحد صورته على تويتر فكسبنا إيه؟ كسبنا أن بايدن يفتح تويتر يلاقي محمد بن سلمان طلع له من بانطلولو خلاص طلع له في كل حتة محمد بن سلمان فيقفل تويتر وينهار ويرجع يكلمه يقوله طلباتك أبشر طل عمرك فنفس الطريقة عمري بيقولكو أنا معجب بالشعب السعودي انتوا ليه مش بتعملوا زيهم يا جماعة؟ ولا تقولولي مظاهرات ولا تقولولي تويتات ولا هاشتاجات غيروا صوركم كلها لعفتاح طب تخيل كده أن الراجل بيصحى الصبح يفتح تويتر بدل ما يلاقي ارحل يا سيسي وارحل يا فاشل ومش عارف ايه يلاقي التويتر كله الناس حتى صوره طب الله هينبسط هينبسط والسيدة انتصرت هينبسط وعباس بي هينبسط وهنعيش في سلام يعني من يمكن يصرف لكو علاوة مثلا يبطل يستلف يبيع العاصمة الإدارية يعمل أي حاجة يعني هنفرح كلنا ها وعمرة هيطلع يبسط واحنا هنطلع نبسط معاكو وهتبقى ليلة يعني هيبقى عيد حلو كلنا كده كل تويتر صورة السيسي يعني أنا شخصيا هعمل يعني دي اكتيفيت للأكامت بتاعي لو ضحص لو أني فتحت تويتر ولقيت كل ما قال لبلاقي صورة السيسي هاحزف تويتر خالص من على تليفوني يعني كفاية احنا بنشوف صورته في إعداد البرنامج فمش كمان هنشوفه في تويتر لكن تعالوا تشوف الناس على تويتر قالت ايه على تغريدات ولي العهد السعودي أو توحيد الصورة لولي العهد السعودي The Godfather توحيد صورة ولي العهد في تويتر مع صورة ولي العهد محمد بن سلمان نعمة دعم هذه هي الوطنية تغريدة أخرى من فيصل ابن حثلين بالمختصر من يحبه محب لنا ومن يعاديه حاسد لنا توحيد صورة ولي العهد في تويتر معرفش بيشرب قهوة ولا بياخد انهيلة لعشان الأزمة مش عارف ديسمبرية توحيد صورة ولي العهد في تويتر IMPS مع قلب وصورة محمد بن سلمان الحياة اللقطات تخلي جسمك يا أشعر يعني عارف بتشعر بالوطنية الشريدة في الوقت ده صورة شريفة الحربي صورة جريدة للملف الشخصي اتنين محمد بن سلمان شريفة علت على بتوع الهاشتاج هم قالوا لها حطي صورة هي حطت صورتين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم حبيب الشعب دمت لنا فخرا وعزا وازدهارا حفظك الله سيدي توحيد صورة ولي العهد في تويتر حفلة عظيمة مش عارف لسه في تغريدة ولا لا انا مش هقدر اقرأ اكتر من كده والله لو عندكم حاجة اخيرا طلعها ماشي بس كده اوفر يعني صورتين لولي العهد في تويتر واحدة توحيد صورة ولي العهد محمد بن سلمان وتحته مش عارف ده كوكب الارض ولا ايه تحت عبيته لكن ده محمد النصري ابو سيد هي دي الطريقة اللي المفروض ندعم جميعا بها الزعماء والملوك والامراء عمر أديب عزيز المواطن بيطلب منك ان تتعامل مع السيسي كما تعامل الذباب الالكتروني السعودي مع محمد بن سلمان غيروا صورك يا جماعة وحطوا صورة السيسي يمكن عمر ينبسط ترجمة نانسي قنقر